أم عبد الرحمن من العراق بارك الله فيها تقول بأن معلمة قرآن و عندها حلقات ولله الحمد وتقول لكن تعليم الناس و كذا شغلني أنا عن قراءة القرآن ماذا علي تريد نصيحة أم عبد الرحمن بارك الله فيك و رضي الله عنك و الحمد لله الذي وفقك لهذا الباب من أبواب الخير من أبواب الثواب و الأجر ترى هذه نعمة من نعم الله عز و جل يخص بها من يشاء من عباده و لذلك كل من وفقه الله عز و جل لباب من أبواب الخير فليلزمه فالناس أختي الفاضلة منهم من يوفق لقيام الليل باب فتح الله عليه باب قيام الليل منهم من يوفق لقراءة القرآن يختم باستمرار منهم من يوفق لتعليم الناس العلم منهم من يوفق للدعوة إلى الله منهم من يوفق للصدقة بعض الناس سبحان الله فتح الله له باب الصدق الصدق عنده أهم شيء الصدق و منهم من يوفق لباب الذكر تجد دائما لسانه مرطب بذكر الله عز وجل من الناس من فتح الله له باب مساعدة الآخرين ببدنه برأيه بفكره يساعد الناس هذه أبواب هذه أبواب ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه لما كتب له صديق له يقال لعبد الله العمري قال له أنت أشغلت نفسك بالدروس وكذا تعال إلى الجهاد تعال إلى الدعوة إلى الله تعال إلى كذا فكتب له الإمام مالك يقول يعني هذه أبواب يفتحها الله عز وجل أنت ما في خير يعني بالنسبة لك أنت ومن الناس من يفتح له باب الصدقة باب الصلاة باب الصيام باب كذا وأنا فتح الله علي باب تعليم الناس هكذا يقول الإمام مالك فأنت وأنا في خير فأنت يا أختي الفاضلة هذا فتح من الله عز وجل ولذلك أي إنسان فتح الله له باب من أبواب الخير هذه يلزمها النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما أنت فيه يقول خيركم من تعلم القرآن و علمه هذه الخيرية من يحصل عليها و من ينالها خيركم من تعلم القرآن و علمه فإذا تعارض أخت الفاضلة يعني المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة قاعدة الشريعة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ولذلك يقول العلماء النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر و العلماء ذكروا مسألة قيام الليل إذا كان يؤثر على طلب العلم قالوا ليه يترك قيام الليل يعني صلي الوتر بعد العشاء ما دام أنه يؤثر على طلب العلم و على تبليغ العلم ألا إما الكبار كان إذا كانوا في الحلقة و شاهدوا طالب يقوم في المسجد طبعا يقول له أين قال أصلي ركعتين يقول ما أنت فيه خير من ركعتين هذا النفع المتعدي فيأختي الفاضلة بارك الله فيك أنت على خير و أنا أنصحك بأنك تستمرين في هذا حتى لو أثر على ختماتك و الحمد للأكيد أنت تختمين و لو ختمة واحدة يكفيك الحمد لله و ما أنت فيه من تعليم الناس و توجيه الناس و أيضا تحفيظ القرآن هذه نعمة من نعم الله و هذه رسالة لكل إنسان عنده نفع متعدي نفع متعدي يحرص عليه أفضل من النفع القاصر و لذلك طلب العلم و تبليغ العلم أفضل من نوافل بعض العبادات أفضل من نوافل بعض العبادات و لذلك إذا فتح الله على الإنسان باب من أبواب الخير و هيئ له عملا صالحا ينفع الله عز وجل فيه العباد يلزم هذا الباب يلزم هذا الأجر الذي أنت فيه أختي الفاضلة أفضل من من يذهب أفضل من من يكتفي و ينعزل يقول لا أنا أترك الناس و لا يعلم الناس الناس بيأمس الحاجة خاصة في زماننا و في وقتنا بيأمس الحاجة إلى العلماء و طلبة العلم و إلى الصالحين في التعليم و التوجيه و الإرشاد و النصائح فأختي الفاضلة إلزمي ما أنت فيه و صلى الله تعالى لك التوفيق ترجمة نانسي قنقر